يسعد مساكم من الجلان ومن منطقة جنوب الجلان اليوم منطقة قرية ام القناطر المنطقة هاي على هوى ادعاء ولادعمنا اكتشفوا انه فيها كائن سكان يهود بزمن العهد الاول والعهد التاني وعلى الاساس هذا بلشوا يشتغلوا ويزبطوا منطقة محمية طبيعية انصرف فيها ملايين على ما يقال انصرف فيها تقريب المية وعشرين مليون شكل فقط لاثبات القصة يعني هم لقوا القصة حاولوا عهوى يبنوا القصة عهوى ياس اللي بدهم ياه فاندفع هادي المصاري ان عمل هادي المحمية الطبيعية في منطقة طبعا هي شرق بحيرة طبارية احنا في شرق محبر الطبارية في بلد سوري اسمها ام القناطر طبعا هاي بلد ام القناطر كانت مشهورة بالنسيج والكتان يعني كيف في مناطق في شمال سوريا كانت مشهورة بالحرير هادي البلد هون كانت مشهورة بخياطة الكتان الكتان والخياطة طبعا بيدها ماء المنطقة هاي زي ما انت شايفين هي عبارة عن اقواس اقواس قناطر القناطر هاي طبعا سوريا الجولان بلد مليان مي مليان النبيع كتر المي زي ما انت شايفين بركة المي الاديمة اللي كانت تسقي اهل ام القناطر من القناطر طبعا واحدة من اه كذا قرية بناش نقول ما نقول مية وطناعش مية واربعتاشر قرية او مية وطمانتاشر قرية اه هجر اهلها او هجرت من اهلها وانتركت لحالها في هادي المناظر طبعا هاي برك ماي ضخمة اه ان اه استعملات في اه اه صناعة اه وا اه اقمشة الكتان اه المنطقة اه جميلة جدا طبعا هي شرق بحيرة طبارية اليوم اه اه بدعوا انهم لقوا هون بوائي كنيس اه يهودي فاشتغلوا على المنطقة بشكل كبير جدا لمحاولة اسبات الوضع طبعا فيه الاسباتات دايما فيه عندهم شغلة عنده يمد بيع المي اسمه اه ميجبا اللي هي مكان طهورهم سألنا هون مش ملاقيين ميجبا ففيه شك فيه كلام الكنيس طبعا الاثار لسه عم بيشتغلوا مش متأكدين من الوضع اللي احنا بنشوفه بس بنقول كناحية طبيعية وجمال طبيعة طبعا فوق اللي مبين معنا المكاتب تبع حماية الطبيعة او المكاتب تبع المحمية الطبيعية المنطقة اليوم مع الطقس هذا ومع شوية ان شاء الله اكمين يوم حامي الطبيعة راح تكون فايرة بشكل كبير جدا منطقة كطبيعة انا في رأيي تستحق الزيارة وبقوة لانه المنطقة حقيقي منطقة طبيعية جميلة اللي بيحب الهدوء اللي بيحب زيارة الاثار القديمة والهدوء يستحق انه مش شوي مضبوط المسافة بعيدة عن طبارية مش كتير ولكن تستحق انه الانسان ييجي ويزورها طبعا فيه مصار مصار واد السمك بيبلش من الشرق تبع بحير الطبارية عند محمية كرسي هناك على المنطقة بيبلش مصار جدا جميل ولكن انا بنصحش فيه في الفترة حالية لانه الارض مليانة ماي ازا حلي كتير فيها براك فيها كتير شغلات بس الطبيعة تحكي لحالها من ام القناطر السورية بنمسي عليكم وان شاء الله احنا معكم يوم يوم اه حتى احنا نقولكم صورة عن ارابي الجولان المحتلة طبعا اللي انتوا شايفينها امامنا اللي هي بحيرة طبارية بالطل طبعا احنا لما نكون على المطال فوق كمان لسا بتكون اوضح احنا مش بعاد في منطقة جنوب اه هضبة الجولان وشرق بحيرة طبارية يسعد مساكم وبنتمنى الجميع يتعرف ويزور هذه البلاد لانه على هذه الارض ما يستحق الحياة على هذه الارض ما يستحق انك انت تلف وتتعب وتتفرج ويسعد مساكم والسلام عليكم